أدرك العالم أجمع أن الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هي السبيل الوحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من بيت العربي جامعة الدول العربية انطلقت فعليات الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية الذي يقام تحت شعار المرأة والتحول في عصر الشمول المالي الذي ينظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع MBC الأمل الدورة الثالثة نقطة بتتكلم عن تحول الرقم والشمول الرقمي مبادرة مجتمعية للمجلس العربي المسؤولية المجتمعية مشاركتنا لتوجهات معادي الرئيس الجمهورية بشأن المرأة ودعم المرأة سواء الغريمات أو الحضانات أو الحق المسنات كل كافة توجهات الرئاسية الموجودة نلتزم بها بإضافة إلى كل المبادرات العربية والتكلم عربي وبعض المبادرات الأخرى الخاصة بالتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة خلال تلك الدورة تم استعراض أهم التجارب في إطار المسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة كما فتح باب النقاش حول أبرز قضايا المرأة التي يأتي من أهمها تغيير مفهوم المسؤولية المجتمعية ليشمل التمكين الاقتصادي والمجتمعي للمرأة العربية أنا حبيت أبرز بقدر الإمكان دور المرأة خاصة في مجالات التحول الرقمي نمكن زي ما بينت في الإحصائيات أن وجودها في البحث العلمي وجودها في التعليم وجودها في مجالس إدارات الشركات وجودها في مجالس في كل المجالس بيرفع من كفاءة وبيزود الناتج القومي زيادة كبيرة جدا إحنا اللجنة عملت مبادرات مع المجلس القومي المرأة بالإضافة إلى إحنا زي ما شفنا النهاردة حسب توجيهات فخمة الرئيس مؤخراً إنه كمان مع جهاز تنمية المشروعات إنه يبدأ يبقى فيه الوحدة بالنسبة للمشروعات المرأة الصغيرة وإن شاء الله بإذن الله هيكون فيه متابعة وفيه مساعدة مع الجهاز لإحنا نقدر نشوف التمكين ده بالنسبة للمحافظات القيادة المصرية قدت الفرصة كاملة للمرأة كي تظهر كل ما عندها وأنا بعتبر حتى لو ما كنتش اشتركت فيه جماعيات خاصة بالمجتمع فهو عمل الفني ده إذا الفن اتقدم بالشكل الصح يبقى هو تنمية مجتمعية ثلاث سنوات من العمل الجاد في بحث أهم عوامل دعم المرأة وأثره في بناء المجتمع الذي يجسد حرص المجلس العربي على ترسيخ الاحتفال بيوم المرأة العربية والاهتمام بقضايا المرأة في الشرق الأوسط علي عمر أم بي سي مصر ترجمة نانسي قنقر